أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على الاهتمام والحرص على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم التطلعات وتضع مصلحة الوطني والمواطن أولا مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي هو مرتكز العمل خلال المرحلة المقبلة حيث أن الحكومة مستمرة في خلق فرص النمو وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني من خلال المبادرات المتعلقة بمرحلة التعافي المالي والاقتصادي بعد الظرف العالمي الاستثنائي لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 تحقيقا لأهداف برنامج التوازن المالي وقال زياني أن من أهم متطلبات المرحلة الحالية هو العمل على تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام ونوها إلى أن الجميع في مملكة البحرين ساهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا وما أظهر ما نستطيع تحقيقه حين الوقوف صفا واحدا تجاه أي تحدي منوها بأنه بمثل هذه الروح الوثابة سنحقق الأهداف المنشودة للمرحلة المقبلة وأوضح الزياني أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستواصل وسعيها لخلق البيئة التنافسية لتشجيع الاستثمارات من خلال تهيئة البنية التحتية التشريعية الداعمة للاستثمار تعزيزا للتعافي الاقتصادي مشيدا بالتعاون المستمر بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والذي له كبير الأثر في تحقيق النتائج المثمرة على الدوام ترجمة نانسي قنقر